حياكم الله أخوة الكرام في روضة المؤمن جعل قتيبة ابن مسلم الباهلي واليا على خراسان بعد يزيد ابن المهلب فهجاه نهار ابن توسع قائلا كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح فبدلت بعده قردا نطوف به كأنما وجهه بالخل منضوح طبعا كان يزيد ابن المهلب طيبا وسلسا مع الناس فكانت الناس تحبه فجاء قتيبة قتيبة كان قاسيا وصلبا بعض الشيء فهجاه الشاعر نهار ابن توسع فطلبه قتيبة فهرب منه نهار ثم دخل عليه بكتاب من أمه أي من أم قتيبة فقال له قتيبة ويحك بأي وجه انت القاني انظر أخوة الكرام إلى هذا الجواب ما أجملهم فقال له بالوجه الذي ألقى به ربي وذنوب إليه أكثر من ذنوب إليك فعفى عنه قتيبة وأحسن إليه أخوة الكرام دائما الكلام الطيب والجواب الحسن والاعتذار اللائق يذهب غل خصمك منك فعفى عنه قتيبة وبعد العفو أيضا أحسن إليه وأيضا أخوة الكرام من حسن الأخلاق هو أنك عندما تعفو عن شخص أساء إليك واعتذر فعفوت عنه عندما تعفو عنه أتبع عفوك بالإحسان أتبع عفوك بالإحسان فأنه من جمال وتمام العفو أن تتبعه بالأحسان كي تنال الأجر كاملا ولترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى وكان عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب يمشي في بعض أزقة المدينة بالليل فسمع قينة تغني قل للكرام ببابنا يلجو ما في التصاب على الفتى حرج فنزل عن دابته ودخل على القوم بلا إذن فلما رأوه قاموا له إجلانا ورفعوا مجلسهم ثم قال له صاحب المنزل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت منزلنا بلا إذن وما كنت لهذا بخليق فقال عبد الله لم أدخل بلا إذن فقال صاحب المنزل ومن أذن لك قال قينتكم عندما قالت قل للكرام ببابنا يلجو فولجنة طبعا عبد الله أخوة الكرام كان معروف بأنه خفيف الضل وإيضا كان كريما جدا حتى أنه كان يسمى بالمكلاف من شدة كرمه فإن كنا كراما يتابع طبعا عبد الله كلامه فإن كنا كراما ولجنة وإن كنا لآمن خرجنا مذمومين فضحك صاحب المنزل وقال جعلت في ذاك ما أنت إلا أكرم الأكرمين فدعا عبد الله بثياب وطيب فكسل قوم وطيبهم ووهب لصاحب الدار جارية وقال له هذه أحذق بالغناء من جاريتك وقال أبو جعفر المنصور لمعن ابن زائدة ما أظن ما قيل عنك من ظلمك لأهل اليمن إلا حقا فقال كيف ذلك يا أمير المؤمنين قال بلغني أنك أعطيت ابن أبي حفص ألف دينار لقوله معن ابن زائدة الذي زيدت به فخرا إلى فخر بنو شيباني طبعا أخوة الكرام لاحظوا هنا كيف أن أبو جعفر المنصور يهيئ لعقاب معن ابن زائدة ودائما يقال بأن الملك يغضب غضب الطفل ويصول صولة الأسد لذلك دائما يحذر من صحبة الملوك لأنهم إذا غضبوا يغضبون كالأطفال وإذا صالوا يصولون كالأساد فانظروا كيف أنقذ معن نفسهم وكيف جعل أبو جعفر المنصور راضيا عنهم ماذا قال معن؟ قال نعم يا أمير المؤمنين قد أعطيته ألف دينار ولكن على قوله ما زلت يوم الهاشمية معلمة بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسناني إذن هنا قال له معن أن يا أمير المؤمنين أنا فعلا أعطيته ألف دينار ولكن ليس لأنهم دحني وإنما لأنهم دحني لأنني دافعت عنكم فاستحي المنصور وجعل ينكت بالمخصر المخصر أخوة الكرام هي العصى التي يتوكأ عليها الرجل ثم رفع رأسه وقال اجلس يا أبا الوليد لاحظوا كان يريد أن يعاقبه ثم أرضي عنه وذلك نتيجة الذكاء وحسن الجواب وضرب أبو جحس الأعرابي غلمانا للمهدي فاشتكوا عليه فقال المهدي أتشتري على غلماني فضربتهم فقال كلنا يا أمير المؤمنين غلمانك ضرب بعضنا بعضا فعفى عنه المهدي أيضا لوحظوا إلى حسن الجواب هذا كيف أنه يعني قال يا أمير المؤمنين كلنا غلمانك وضربنا بعضنا البعض وأمر الحجاج بقتل رجل كان الحجاج يريد أن يقتله رجلا فقال له أسألك بالذي أنت غدا بين يديه أذل موقفا مني بين يديك اليوم إلا عفوت عني يعني سبحان الله هذا السؤال ما أجمله وما أبلغه بليغ جدا هذا السؤال أسألك بالذي أنت غدا بين يديه أذل موقفا مني بين يديك إلا عفوت عني فعفى عنه الحجاج وكان لأحد التجار على أبي العتاهية ثمن ثياب فقال صاحب الدكان لغلامه وكان هذا الغلام حسن الوجه أدرك أبا العتاهية ولا تفارقه حتى تأخذ مالنا عنده فلقيه الغلام على رأس جسر فأخذ بعنان حماره وأوقفهم فقال أبو العتاهية ما حاجتك يا غلام فقال أنا رسول فلان بعثني إليك لآخذ ماله عليك فسكت أبو العتاهية وكان كل من مر رأى الغلام متعلقا بحماره وقف ينظر حتى رضي أبو العتاهية بعدد الناس وجمعهم فأنشأ يقول والله ربك إنني لأجل وجهك عن فعالك ولو كان فعلك مثل وجهك كنتم اكتفيا بذلك فخجل الغلام وأرسل عنان الحمار ورجع إلى صاحبه وقال بعثتني إلى شيطان جمع الناس ثم هجاني ثم أخجلني فهربت منه وقال الشعبي وجه بي عبد الملك ابن مروان إلى ملك الروم فقال لي أمن أهل الخلافة أنت؟ قلت لا ولكني رجل من العرب فكتب لي رقعة إلى عبد الملك فلما قرأها عبد الملك قال أتدري ما فيها؟ قلت لا قال إنه يعجب من قوم فيهم مثلك وولوا أمرهم غيرك ثم قال أتدري ماذا أراد بهذا؟ قلت لا لاحظوا أخوة الكرام ذكاء الشعبي عندما يسأله عبد الملك ابن مروان كان يجيبه فقط بلا فلا يجيب من عنده كي لا يقع في الخطأ لأنه لاحظ بأن عبد الملك منزعجا منه فقال عبد الملك حسدني عليك فأراد أن أقتلك فقلت إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين لأنه لم يرك لاحظوا كمان أخوة الكرام أدب وجمال وذكاء هذا الجواب يعني أنا نقطة في بحري أدبك وعلمك وهيبتك فلاحظوا كيف جعل غضب عبد الملك أو غيرة عبد الملك تهدأ بهذا الكلام الجميل فبلغ ذلك ملك الروم فقال لله أبوه ما عدا ما في نفسي طبعا لله أبوه ما عدا ما في نفسي هذا مصطلح عربي وطبعا هذا من ترجمة الكاتب بالتصرف طبعا وهي تكافئ عندنا في هذه الأيام عندما نقول سبحان الله كان بالفعل كما ظننت يعني نفس هذا الأسلوب لكن هذا الأسلوب قديم عندما يقول ما عدا ما في نفسي أي أنه لم يتجاوز ما ظننت به وشتم رجل الشعبي فقال الشعبي إن كنت صادقا غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك لاحظوا هذه الأخلاق الرفيعة ودخل الشعبي الحمام فرأى داود الأزدي بلا مأزر فغمض عينيه فقال داود متى عميت يا أبا عمر قال منذ هتك الله سترك لاحظوا هذا الجواب ما أقواه يعني هذا الرجل في الحمام بلا مأزر وعورته ظاهرة لكل الناس وهذا الرجل أغمض عينيه الشعبي أغمض عينيه من أدبه ورغم ذلك انظروا إذا رداءت هذا الكلام عندما سأله متى عميت يا أبا عمر وانظروا إلى قوة هذا الجواب عندما قال له منذ هتك الله سترك وأخذ عبد الملك ابن مروان خارجيا فقال ألست القائل ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا يا أمير المؤمنين شبيب فقال الخارجي إنما قلت يا أمير المؤمنين بالنصب فأطلقا سراحه طبعا ما الفرق بين النصب والرفع؟ يعني ما الفرق بين يا أمير ويا أميرة؟ أخوتي الكرام عندما تستخدم صيغة النصب فيكون المعنى بأن شبيب منا يا أمير المؤمنين أي أنه يخاطب أمير المؤمنين عبد الملك ويقول له سويد وبطين وقعنب وشبيب منا أما عندما يقول يا أمير المؤمنين فمعناها أن شبيب هو أمير المؤمنين وطبعا هذا من ذكاء الجواب فكيف أنه قلب الرفع إلى نصب كي ينجو وفعلا نجا فأطلق عبد الملك سراحه وكان أبو العباس الطوصي يكره الإمام أبا حنيفة وكان أبو حنيفة يعرف ذلك فدخل على أبو جعفر المنصور والناس عنده كثر فقال الطوصي اليوم أقتل أبا حنيفة يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل ولا يدري ما يسعه إلا أن يضرب عنقه طبعا أخوة الكرام أبو العباس الطوصي أعتقد بأنه ليس أبو العباس الطوصي العالم الصوفي لأن أبو العباس الطوصي الصوفي هذا الرجل عاش ومات في القرن الثالث الميلادي أما أبو جعفر المنصور والإمام أبو حنيفة فقد ماتوا في القرن الثاني الميلادي فأعتقد بأن هذا اسم على اسم أيضا إلى ذلك بأن العلماء كانوا دائما يعني يستشارون كالقضاء أو كالوزراء وما كانوا يستخدمون لقتل الناس فأعتقد أنه اسم على اسم فقال أبو حنيفة يا أبو العباس أمير المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل فقال بالحق فقال أبو حنيفة انفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه فلجم الطوصي وكأنما ألقمه حجرا فقال أبو حنيفة لرجل بجانبه إن هذا أراد أن يثقني فربطه أرجو من الله تعالى أخوتي الكرام أن يكون هذا الكلام نافعا ومفيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة